بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي محبي ومتابعي وصحاب قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل انا عايز اقول لكم انتم حشتوني جدا 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 وانا عارفة ان انا غيبت عنكم بس انا غصبة عني ما كانش بقراطتي طبعا انا الفيديو دوة انا عاملية بعد رجوع القناة عشان بس اوضح ان سبب الغياب اللي فات طبعا ده كان غصبة عني انا كنتش اقدر طبعا ان انا اغيب عنكم الفترة اللي فات اديكم لها بقراطتي اه القناة كانت فيها شوية مشاكل اه حصل فيها ان شخص سرق القناة بتاعتي وده نتيجة ان انا امنت الحد ما ينفعش ان هو يؤتمن اه فكان دي النتيجة ان هو سرق القناة واصبحت في وقت ان القناة مش بتاعتي اه فكان غصبة عني لازم ان القناة اكون وقفت عنها اه بس الحمد لله بفضل الله القناة رجعتلي اه لذلك قلت اول فيديو طبعا لازم اه بعد رجوع القناة ان انا اقول لكم وحشتوني وعشان تعرفوا ان هو بس غيابي كان غصبة عني مش بقراطي وعايزة اشكر جدا الناس اللي كانت بتسأل علي كتير طبعا انا مش عايزة اقول اسم حد وانسى حد فبشكر كلكم وبشكر كل الناس اللي كانت بتسأل علي وبتتصل علي واللي كانت بترسلني اه من اه برا مصر جواه مصر وبقول لكم شكرا جدا والله انا بحبكو كلكم وكل الرسائل اللي جات انا شفتها وكنت مبسوطة جدا بس انا كنتش بعرف ارد على حد او كده بسبب اللي انا قلته لكم انا مش عايزة حد يقامن حد ان هو مش بقشت مدام انت مش واسقة في القدامك ملون المية فبلاش ده نتيجة اللي اللي حصل واكيد اي حد بيستغل حد او بيعمل حاجة اكيد طبعا ربنا مش بيبقى مش هيوفقوا فيها عشان هو بيبقى اخذها زي تدليس طبعا اه سرقة اه بس هو بيبقى بقى يعني بالنسبة له وعايز يوضح لك ان دي حاجة بقى في مصلحتك عشان خاطر كل ده الطمع طبعا وهقول الطمع كذا مرة في الاخر طبعا اي حد ممكن يسرق منك حاجة عشان يسومك عليها لو حبيت دهالك بس يوم بقى بيسومك بيسومك على تعبك مش على تعبه طبعا هو وبيبهم الحوالي ان هو بيعمل كده المصلحة دي لكن هو طبعا ده كده وسرقة واكيد الشخص اللي زي كده عمره ربنا ما هيكرمه وهو اكيد عارف ان هو ربنا عمره ما هيكرمه نهائي ولا هيشوف اصلا طبعا حياته كلها تبضل محلك سر ده الشخص اللي زي ده ما يؤتمنش لا على اي حاجة ولا على حياة ولا على اي حاجة اه فانا بقول لكم انتوا حشتوني والله يغصب عني فحبيت اول بيديو اقول لكم ان ان شاء الله هنرجع تاني وهنعمل كل حاجة احنا عايزينها وكل حاجة طلبتوها بس حبيت اوضح اني كان غصب عني مش بمزاجي وفي ناس كتيرة كتعارفة ان بتبقى عارفة ان انا ما اقدرش ابعد عن القناة الا ازا كان في حاجة جديدة طبعا والفترة دي اه فترة كبيرة ان انا ما اقدرش انزل فيها حاجة طبعا اكيد غصب عني وحاجة خارجة عن اراضتي اه بس انا حبيت بس اوضح والله يقول لكم ان انتوا حشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا انا كنت حاسة كأن في حاجة كبيرة جدا نقصة في حياتي اه ان انا متعودة ان انا اشوف كومنتات كم واشوف كلامكم ونرسل بعض فدي كانت حاجة بالنسبة لي كانت حاجة بقت اساسية في حياتي اه بس الحمد لله معلش انا كان بس دي فترة كانت اه صعب عليها شوية بس طبعا كنتش قادر اه ان انا اكمل اه طبعا زي ما انتوا عرفتوا اه وبقول برضو مدام انت مش واسقة في حد مليون بقبلاش استقل عمياء لان في ناس كتيرها بتتعامل يعني انا من الناس اللي بتعامل مع حد كاني بتعامل مع نفسي يعني برضو كاني مفيش حاجة اسمها غدر مفيهاش خيانة ما هدي خيانة امانة يا جماعة اللي انا بتكلم في ده كله كان خيانة امانة تمام اه انت بقى في ناس بتحلل الحرام عشان هي تستحيلوا دي حاجة ترجع لها هي اه بس اكيد طبعا طبعا ربنا ما بيبركش اه وطول ما انت ماشى بيما يرد الله ربنا طبعا اكيد بينصفك على غيرك طبعا مادام نييتو مش اه مش كويسة اه يا جماعة الا خيانة الامانة وحتى لو كلمة مش خيانة ان انا هشيل حاجة عندك او الموضوع دي امانة لا طبعا اه ان انا استقمنتك على حاجة وعلى سر اي ان كان ده يخص بقى شغل يخص بقى اي اي ان كان فطبعا اكيد دي ربنا حاجة دي مش اعقابها عند ربنا كبير تمام بس طبعا اكيد في ناس ما بتهتمش بالكلام ده اصلا او في دمخها اه بس صدقيني طول ما انت ماشى بيما يرضي الله والله والله ربنا طبعا بيقى معاكي مش حد تاني تمام اه فاللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اه ان ربنا الحمد لله نصفني اه ورجعتلكو تاني بس انا برضو كنت بعمل فيديو عشان اقول لكم بس اول فيديو بعد رجعي تاني للقناة اه ان كان غاصبة عني تمام طيب اه انا كنت عايزة اشكر طبعا اه ناس في ناس بتساعدك بدون مقابل مجرد ان هي تبقى عارفة المعلومة وتبقى عايزة تساعدك لمجرد المساعدة وفي ناس بتبقى ما بتعملش حاجة وبتقولك انا بعمل وعايزة تاخد كمان ايه تاخد مجهودك وتعبك خلاص تمام عايزة اشكر اه استاذ احمد صاحب قناة رينجو للمعلومات اللي هي اه طبعا القناة معروفة اه اشكره جدا اه هو كان من الناس المحترمة اللي انا لو احتقته مش مجرد ان هو ببعث له مسد يرد علي لا ده كان هو كمان يتصل يشوف انا عملت ايه اه يرسلني يتصل يتطمن علي اه ده صاحب قناة رينجو جماعة يوتيوب رينجو يوتيوب اه من الشخصات المحترمة جدا اه وبني ادم خلوق في ناس بتساعد لمجرد المساعدة مش طمعانة في حاجة اللي هي تعرف ربنا وعايزة اشكر استاذ احمد نجاح اه ده شخصية محترمة جدا 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 اه برضو استاذ احمد نجاح ده من منصورة برضو اه زوج واحدة من متابعين القناة اه كان برضو بيساعدني في موضوع ازاي اقدر استرد قناتي تاني او اقمن نفسي فيها فانا بيعني بصراحة بشكرهم جدا من قلبي اه زي ما في ناس يا جماعة في ناس مش كويسة في ناس كويسة جدا هو طبعا اكيد طبعا انت لما بتكوني مصدومة بتفتكر الناس كلها كده لكن لا طبعا الناس دي انا اللي بكلمكم عليها استاذ احمد صاحب قناة يوتيوب او استاذ احمد نجاح انا ما عرفهمش ما شفتهمش قبل كده وما يعرفونيش بس مجرد ان هم عارفوا ان دي مشكلة كبيرة اه وناس كتيرة غيرهم بس طبعا دول اللي ساعدوني جدا وكانوا بيتواصلوا معايا اه رغم ان هم ما يعرفونيش بس مجرد ان هم عارفين ان دي في مشكلة في القناة دي لسبب لسبب ما دوا اه كانوا بيساعدون هم ما كانوا السبب الاساسي في رجوع القناة لية من تاني اه والله وعايزة اشكورهم بجد من قلبي واربنا يجازيهم خير زي بس يا جماعة طول ما انت بتعملي خير هتلاقي خير بتعملي شر اكيد هتلاقي شر ما كل واحد على نيته اكيد ربنا بيديله اجر عليها بس فانا ده اللي انا حبيت اقوله تمام زي ما بقول اه شكرا لحد كويس اكيد طبعا بتقولي ان ربنا اكيد هيجازي كل واحد برضو نيته مش كويسة او عمل حاجة في حد مش حاجة مش كويسة اه وعايزة اقول لكم واحشتوني واقعد اقول كتير واحشتوني فعلا واحشتوني جدا اه واشوفكم ان شاء الله بقى في الفيديو البعد كده ان شاء الله اه نبدأ بقى نشتغل تاني وارجع لكم تاني وترجع لكم قناة بيبو تاني للسهل الممتنع وااا واقول لكم كل سنة وانتوا طيبين ودايما بخير وبصحة وسلام يا رب وشكرا جدا جدا لكل اللي سأل علي وبيسأل على القناة وبيسأل على هيبة وبيسأل على بيبو بيسأل علي انا كل شوية فتحت القناة رسائل كتيرة جدا اه دي كانت بتفرحني بس انا والله اللي غصبة عني كنت الفترة اللي فاتت اه بس ده اللي حبيت اقوله لكم يعني عشان ما تفتكروش ان انا ربت عنكم لسبب ما او ده بمزاجي لأ طبعا ما كانش بمزاجي كان معلش غصبة عني وقول لكم هنرجع لبعد تاني ومع بعد تاني وان شاء الله نعمل كل حاجة كويسة والقناة بتكبر بيكم وليكم وكل سنة وانتوا طيبين واشوفكم ان شاء الله اه في فيديو جديد اه واللي نشوفكم مع بعد بقى الفيديوهات القادمة ان شاء الله مع قناة بيبو لتعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع اه واشوفكم على الف خير واللي دي حاجة يا جماعة اللي اتبعت لي حاجات وكده ان شاء الله هنبدأ ننزل اه وهنشوف كل حاجة انتوا عايزينها وان شاء الله تبقى عنده حسن زي انكم دايما وبقول برضو اهلا بالناس اللي داخلت جديدة القناة وكانت بتسأل علي رغم ان هي لسه ما يعني ببقلهاش ايام اه عشان تاريخ اخر فيديو اه وربنا يا رب كده اسعدكم جميعا ويبعد عنكم وعننا كل الناس اللي مش كويسة نواياها بالنسبة لنا اللي بيتبان قدامك ان هي كويسة وهي من وراك غلط اه واقول لكم ان شاء الله ربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا ويوفقني معاكم وكل سنون طيبين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته